الرحمن الرحيم والله أعطيكم العافية معكم عماد الزعبي طالب طب سنة خامسة اليوم ان شاء الله سوف نبدأ بشرح مادة الاناتومي الاناتومي اللي بتحكي لنا عن تركيب جسم الإنسان برضه في مادة الفيسيولوجي راح تأخذ عنها اللي بتحكي لكم عن function of the human body انه الوظائف تبع جسم الإنسان ودائما وأبدا تركيب أي عضو في جسم الإنسان يتلاءم مع وظيفته معنا كلمة الاناتومي اللغة اللاتينية اللي هي cutting up اللي هي التشريح في عنا two division في عنا قسمين للاناتومي إما gross anatomy أو microscopic anatomy gross anatomy اللي هو العلم الذي يدرس الأعضاء التي ترى بالعين المجرد naked eye أما microscopic anatomy فهو العلم الذي يدرس الأعضاء أو التركيب التي لا ترى بالعين المجرد فنحتاج إلى microscope فلذلك سميت microscopic anatomy في طمعهم بعضينا أمثلة على gross anatomy اللي هي المصل والbones واللنغ اللي هي الشغلات اللي بس نطلحها بنقدر نشوفها بشكل واضح هسا كيف طريقة دراسة الأعضاء بسم الإنسان أو التركيب إما في عنا original anatomy أو systemic anatomy original anatomy اللي هو مندرس المنطقة معينة بما فيها أما systemic anatomy فنحن ندرس كجهاز معين يعني ندرس الجهاز الدوراني ندرس الجهاز الدوراني بكل region بسم الإنسان يعني ندرس الجهاز الدموي مثلا أو الدوراني في اليد في القدم في القلب في منطقة البطن في منطقة البريين وما إلى ذلك ما ندرس بمكان معين مثل original anatomy في عنا الهيستولوجي اللي هو اللي بدرس عنا الأنسجة والخلايا بسم الإنسان في عنا الامبريولوجي اللي رح يكون جزء من مادة الأناتومية اللي بدرس فيه إيش تطور حياة الجنين خلال الولادة أو خلال الحمل داخل الرحم الآن ليش إحنا بندرس تراكيب بسم الإنسان وليش إحنا في عنا إشي اسمه anatomical position حسنا ننقض عن إشي اسمه anatomical position اللي هي الوضعية اللي متفق عليها علميا ليش في عنا وضعية متفق عليها علميا لأنه جسم الإنسان أو أعضاء جسم الإنسان يختلف وصفها باختلاف المكان تبعها يعني إحنا هون قاعدين نحكي عن تجاه الإبهام مثلا بتجاه اليسار هون بتجاه اليمين لكن إحنا لو طلعنا على الإيد من الأمام رح نلاقي الإبهام بتجاه اليمين لو طلعنا على اليد من الخلف رح نلاقي الإبهام بتجاه شوه لشمال فلما أجي أنا بدي أوصف لطبيب مثلا أحكي له المريء مثلا إبهامه على سبيل المثال إبهامه بالجاه المينة وبالجاه الشمال أنا قاعد بوصف بلال على رؤيتي إلوه ولا بلال على موضعه فمشان يصفي عندنا شوية مصطلحات طلعوه العلماء حتى نقدر نوصف إشي متفق عليه عند كل الأطباء بحيث أنه لو أني أنا مثلا طبيب داخل عملية بوصف لا طبيب بألمانيا أنا والله رنيت عليه أستشيره بالعملية تبعيتي أوصف له مثلا مكان الشريان أنا بدي أكتره أنا أصف ليه بدي أقول له أنه والله هذا عيسار البطن مثلا تمام هسه ممكن أنا واقف فوق المريض في يساري صار يمين المريض ممكن أنا واقف قدام فصار للعكس فمشان هيك الفكرة الرئيسية أنه أنا بحاجة إلى مرجع يمتفق عليه دائما لما أحكي سوبيريو تذستمك خلاص معروف أنه فوق المعدة سواء أنا واقف فوق المريض واقف عراص واقف عركبيته دائما أبدا سوبيريو تذستمك معناها فوق المعدة تمام الآن لأنه تمكي البوزيشن الوضعية المتفق عليها اللي هي الصورة هاي الآن الصورة هاي شو بدنا نعرف فيها؟ بدنا نعرف فيها إنه وضعية جسم الإنسان ما يعني؟ إنه الأقدام بتكون على الأرض منفرده ما بتكون رافع جريه براليل أند فلات أند فلور يعني بتكون الأقدام بشكل متوازي بمد رجله بشكل متوازي الرأس على مستوى معين بحيث إنه الانفيرير مارجن أوف أوربيتال تيجي عند الأواسم نحكيها شوية على الصورة هاي شمجمة اللي هي الوضعية الناظر إليه إنه يكون للرأس مستوي and the eye look forward to the observer شو يعني؟ إنه العين بتجاه الناظر إليه يعني العين الإنسان بتكون موجه باتجاه الأمام the arms are at either side of the body and with palm facing forward يعني الإبهام أو السوري اليد بيكون باتجاه الأمام الإيد تكون باتجاه الأمام الثمب بيكون باتجاه الخارج والإيدين بيكون على الجهتين اليمين واليسار طيب آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ إذاً, كورونالبلين ، سنحدث عنه هو اسمه الفرنتل بلين فرنتل بلين. لأنه فرنتل بلغة اللاتينية معناها الجزء الأمامي يكفي الجبهة الرئيس في الأمامي. فمشان يسميها كورونالبلين لأنه تقسم جسم الإنسان إلى جزء أمامي والخلفي. وهذا قالmannان الثاني فرنتل بلين، لماذا فرنتل بلين؟ لأنه جي بشكل عمودي يعني من فوق لتحت مش مثل الترانسفيرس اليسار نحكي عنها اللي بتكون من اليمين لليسار خط وفقي تمام طيب الان كيف بدنا نحفظها يا عماد نحفظها انه بنحكي كوران البلين فيرتكل بلين شو صار في عنا سي في الان بس نقدم سي في لمستشفى مثلا بتطلع على الورقة الاولى ولا بتطلع عليها من قدام من وراء من قدام من وراء فمشان كوران البلين شو يساوي نقسم الجسم الانسان لجزء امامي وجزء خلفي تمام طيب الان transact Плей puzzle هو الخط الوحيد الخط الوحيدة اللي جاي بشكل افقي هو العقل со花 justement فمشانじゃنك شو مسميه horizontal plank horizontal معناها ايش افقي تمام طيب بس اعرف انو transverse عبارة dubbed بعاه عن شو بقسم لي بسم الانسان اي presente front وباك ماشي او كمان رح نحكي anterior posterior انتيريو Y section posterior اما العقل Tweakiende ولوار بارت او سوبيريور انفيريور كمان اه سبيريو والانفيريور. اما سجايت البلاين لي هو الler medium ميدين لي انه فيه متصف جسم الانسان جسم الانسان الجسم الملصف الي هو نسميه المدلاين يعني هاي أورنا مثلا هاي هذه الميدلاين يطبيعها هاي هاي الميدلين تبعها في ال bekommt من الانسان تبعيه vertebral جاء بشكل عمودي حكينا كلهم vertical ما عدا إيش الترانسفيرس شو بكون هوريزنتلي طيب أما السجايتل والكورانل شو بكونوا vertically and divide the structure into right and left arms سوري فهو بقسم لي جسم الإنسان إلى جزء أمام جزء يمين طيب السجايتل والكورانل شو بقسمي جسم الإنسان إلى right and left سوري بقسمي جسم الإنسان إلى جزء أيمن و جزء أيسر الآن تخيلوا عندي هاي الكرة مرة ثانية يجي هاي الكرة نمح الكرة كلية طيب أنا تخيلوا عندي الكرة هاي لما أقسمها بالنص رأي شو بقعد بعمل مد بعمل سجاية البلين صح اللي هو الميديا البلين أنا قاعد بقسم الكورانل جزء أيمن هاي right و جزء أيسر هاي left معنى أكس النظر إليها يمين الشاشة هو بكون يساري فالآن أنا قاعد بقسمه right و left صح لكن إذا بتلاحظوا هون عندي right equal to the left equal to the left هاي الحجم هون أس الحجم هون طيب إذا وجد قزمت هون right و left صارت عندي هاي هي left وهي الright الآن هل يمين نفس لي يسار لا فمشانيك هاي هاذ الخط إيش بنسميه بنسميه برا سجايتل يعني هو سجايتل نعم لكنه بشكل جزئي مش بشكل كامل ما أقسم لي هلا نصفين equally متساويات وقسم لي هلا نصفين واحد منهم أكبر من الثاني فمشانيك لما أنا أجي أقسم بالنص بيكون في عندي الخط تبعي شو اسمه mid سجايتل أما لما أقسم بشكل غير متساوي جزئينا غير متساوي شو بسميه برا سجايتل يعني ركزوا معي بالصورة هاي الخط رقم ثلاثة نسميه mid-sagital or median plane الخط رقم ثلاثة شو بسميه برا سجايتل الخط رقم واحد شو اسمه بنسميه هورزنتل طيب بس 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 آه بس هذو اللي بحكي لنا إياه فالميد سجايتل وين بيكون على الميد لاين بالضبط حكيان الميد لاين جسم الإنسان هو الخط الذي ينصف القرى ليمين ويسار الخط الذي ينصف جسم الإنسان ليمين ويسار وهنا هاي النوات حكي تلكي هاي انو اللي بيكون vertical بس تنائش transverse plane بيكون horizontal plane طيب الانتجاهات في عندنا أنا بدل ما أحكي أمام خلف آه يمين يسار في عندي مصطلحات طبية بدي أحكيها لوصف جسم الإنسان فلما أحكي عن تركيب جسم الإنسان لأنه تركيب أمامي شو بحكي anterior structure تمام طيب كيف بدل نحفظها anterior A أي شو يعني أمام تمام إذن أول إشي نبلش anterior اللي هي التركيب الأمامي لأن كل تركيب في إشي عكسه يعني حكينا أمام شو بتوقعي التركيب الثاني يكون خلف اللي هو posterior ماشي بو posterior يحفظوها B-L-Back يعني الخلف تمام يعني لما نحكي anterior للأمام posterior للخلف تمام يعني anterior أمام posterior للباق طيب الآن بجسم الإنسان في عندنا الإشي هذا الآن بالحيوانات في عندنا إيش ventral و dorsal ventral هي بتجاه البطن بتجاه البطن لتحت عند الحيوان dorsal بتجاه الظهر فعند الحيوانات ما بنحكي لتحت و لفوق بنحكي لفوق و لفنترل و dorsal ليش لأن الأمام بالنسبة للحيوانات مثلا بيكون لجهة الرأس البصير و بيكون لجهة ايش الذيل تمام طيب لكن هل منستخدم هاي المصطلحات dorsal و ventral بجسم الإنسان نعم منستعملها لما أنا آجي أوصف اليد والله شو يخناه شوف صورة طيب لما آجي أوصف يد الإنسان هنا الآن هذا الجزء اللي هنا عبارة إيش ventral part of the hand أما ظهر اليد شو مسميه dorsal part of the hand تمام الرجل هذا الجزء بينعني الآن شو هو dorsal part of the leg أو of the feet الجزء اللي تحتان شو اسمه blanter part of the feet وهي الشغلات رح نحكي عنها الآن كمان شوية بإذن الله طيب الآن إذن زي ما تتفقنا ventral هي وكأنه قاعدين منحكي شو اسمه إنه باتجاه الأسفل و dorsal منحكي باتجاه الأعلى أو باتجاه البطن والظهر إذن منحفظوها dorsal باتجاه الظهر تمام طيب الآن قبل شي حكينا عن مستوى الرأس بجسم الإنسان مستوى الرأس كيف بيكون حكيت لكم إنه لازم عليه inferior part of the orbital يكون مساوي لإيش للإكسيرنال أكيوستيك ميتس شو هي هيا الفتحة اللي بتجيو ورى الإثن تمام طيب فإذن دائما نؤمن حتى الإنسان ما يكون حتى نتفق على وضعيه معين لرأس جسم الإنسان بحيث ما يكون رافع رأسه لفوق لأنه كان رافع رأسه عيون بتكون هنا ومستوى إذن بظل زي ما هو ما يكون عن نفس المستوى فحتى نحدد إذن شو بنحكي لازم inferior part of the orbital الأوربيتال اللي هو شو اسمه تجويف تبع العين تمام ثوارغس شوي ضيب آه تمام إذن حكينا حتى نتفق على وضعيه معين للرأس لازم هاي الفتحة العين يسمى إيش أوربيتال شو اسمه الأوربيتال مارجن الآن الأوربيتال الفيري الأوربيتال مارجن أو اللوار أوربيتال مارجن لازم عليها شو تكون هي الجزء السفلي من تجويف العين لازم عليها يكون مساوي بنفس المستوى الهوريزنتل بلين حينا حكينا مقطع عرضي لازم يكون بنفس المستوى مع الكسيرنا الكيوستيك ميتس طيب لازم حكينا انتيريور خلف الآن بدنا نأخذ السبيريور والإنفيريور تمام السبيريور حفظوها أنتو أس شو يعني صن شو يعني صن شمس الشمس تكون فوق أو لتحت فوق إذن دائما نأبدأ سبيريور يعني لفوق تمام أو للسماء أس مرضو إنفيريور حفظوها إن يعني إنزل إنفيريور لتحت فإذن دائما نأبدأ لما ننصف مثلا الرأس بنحكي الرأس إيش سبيريور تو ذلق سبير وصفو إنه سبيريور تو ذلق أما اللقب بنحكي إنها إيش إنفيريور تو ذهد إنه جاية لتحت منه تمام طيب طيب إذن شو حكينا سبيريور يعني لفوق إنفيريور يعني لتحت إذن صار فينا لحد الآن أمام خلف فوق تحت تمام أمام الباك حكينا الصن إنفيريور حكينا إنزلي يعني لتحت تمام طيب الآن في عنا cranial وcodile جماعة خير باللغة اللاتينية cranial اللي هي من cranium اللي هي من الجمجمة فcranial شو معناها لفوق نفس معنى إيش سبيريور تمام الكودل شو معناها معناها الذيل الكودل اللي عند الحيوانات معناها الذيل الذيل عند الحيوانات ويكون لتحت فمشانك شو معنى إيش نفس نعم فوق كويدل لشو بتكون لتاحت نفس ما حكينا هناك انا فعنانة ventral midial قبشيح اخيان ان الخط هاد اللي بينوصش اسمه midline فلما نحكي انه اي اشي باتجاه midline الرايح لداخل How do we call medial خط البراج اي اشي طالع لبراج lateral lateral لبراج ما اي اشي ببعد خط البراج ما عند الاترال اي اشي ببعد عن الميدline اي اشي ببعد عن الميدلاج ما شو مسميه لاتيرال طيب الان حتى نقدر نحكي ايش الاسئلة اللي بتيجي مثلا بيجي بيحكي لك ني مثلا to the to the chest is شو بنا نحكي عنها يا انه ني بالنسبة الني اللي هي الركبة بالنسبة للشيست شو بتكون انفيريور صح ولا لا بيجي بلك خيارات انفيريور سبيريور انتيريور بستيريور الان هي مش انتيري لأنها على نفس المستوى تمام بيجي بيحكي لك على اسم المثال انه بيقول لك والله شو بدي احكي شو بدي احكي مثلا بيحكي لك ال اه صح اللي بعد مش باخدين شو اسمه اه في عنا بروكسيمان و ديستل طب اوكي اوكي خلينا نجل اسئلة شوية حتى ناخد بروكسيمان و ديستل لا بيجي بيحكي لنا مثلا الرست مثلا اللي هو الرسغ هنا بالنسبة للهيد شو بدينا نحكي عنه لاتيرال لانه طالع لابرة اكثر بعيدة على الميدلاين تمام اللي نحكي عن الرست هاي اللي هون وعن ايش وعن الهيد ايش منهم اقعد عن الميدلاين اللي هي الرست صح ولا لا طيب الان برضو في عنا ابسي لاتيرال وكنترا لاتيرال ماشي كنترا لاتيرال وابسي لاتيرال هاي لما نيجي نقسم جسم الاسم مثلا قسمناه الجزء علوي وجزء سفلي تمام قسمناه ب ايه لما نيجي نحكي عن الاعضاء مثلا بدي احكي هون مثلا عن وعن هلا هذول الاثنين على نفس المستوى من الخط ولا كل واحد بخط شكل او كل واحد بقسم شكل كامل اما لما احكي كنترا لاتيرال تمام كامل اور ه obt كامل فإذا كنترلاترال اللي هي كنترلاترال اللي هي العكس أما إبسي لاترال هي نفس المستوى طيب هاي هنا بعطيني مثال ثاني سبير وإنفيريور مثال هون طالع في عندنا بجهة واللنج بجهة بالنسبة للخط هذا يعني عادي ممكن أرسم خطبا ما بدي عادي بالشرط يكون نص في اسم الإنسان الآن التقسيم الثاني سوبر فيشير سوبر فيشير معناه سطحي معروف على السطح اس يعني سطح او ديب يعني للداخل اللي هو إشي فايت لجوه داخل اسم الإنسان فمنحسب إيش إنه لما يكون الإشي طالع على الجلد أكثر شو بنحكي عنه سوبر فيشير لما يكون إشي لجوه جسم الإنسان أو استراكتر جوه جسم الإنسان لجوه شو بنحكي عنه ديب استراكتر الآن اللي بالعادي بجي عليهم أسئلة كفيري هم إيش le proximal ال distal بجي بحكيلي إن بروكسمال شو معناه أما distal شو معناه أبعد عند الترنك. يعني لو جالي على الإلبو اللي هو الكوع والرست اللي هو الراس اللي هو عند الإيد. حكالي ايش من هذول بحكي له ايش؟ الإلبو. لو جالي عني وجاني على الانكل وقال لي ايش منهم أقرب أو بركسيميل شو بحكي لهم مني هي الركبة. اقرب من الكاحل. الكاحل شو نعتبره ديستل. تمام. النية شو نعتبرها ابروكسيما. تمام. اه. طيب الان بدنا نحكي عن ايش? terms of movement. الان حركة بجسم الانسان او حركة الاعضاء بجسم الانسان فيه لكل واحد فيها مصطلح. اول شي نبلش. اللي هي الحركة يا جماعة خير. اليد الوضع الطبيعي بيكون هيك. تمام. لما اجي انا اقلل الزاوية. هاي الزاوية تقلل عندي شو الحركة هي معناها? تمام. لما اجي اعمل امتداد. يحفظوها. امتداد يعني extension. تمام. اي يعني extension. امتداد. تمام. فايذا لما انا اوسع الزاوية وافتح الايدة بشكل كامل شو انا قاعد بعمل? extension. لما اضيق الزاوية شو بعمل? flexion. تمام? طيب. بس لهم flexion extension مبدئيا بالكوع. بالإلبو. اه طبعا هم بحكي flexion extension of elbow. ما بحكيي flexion ووضل ساكت. بحكي flexion of elbow. اللي هي العظمة اللي صار عندها تشكيل الزاوية. ايش هي؟ عظمة الكوع. طيب. الان ما نجي نحكي عن الني. الني بالوضع الطبيعي شو بكون؟ بكون وضعها هيك. لما اجي انا اعملها زي هي كان شو عملت؟ قللت الزاوية برضو. تمام؟ مش واحد يجي احكي لا لازمان يقدمها لقدام. لا مهو الوضع الطبيعي لني حركتها ويوجيها لورا. صح ولا لا؟ فلم اجي انا مش زيك شو ساويت انا قللت الزاوية. لما قللت الزاوية شو عملت؟ عملت flexion. هاي زاوية هون قللت شو عملت؟ عملت flexion. flexion of knee. عملت flexion لايش لا الني. اللي هي الركبة. لما اجي امد هون. لما اجي امشيها لقدام شو عملت انا? extension. لما اجينا فيها لقدام شو عملت انا؟ عملت extension. تمام؟ الزاوية رجعت شو زادت. مرة ثانية اني هون اتجاه الحركة تبعها بختلف عن اتجاه الحركة تبع الكوع. تمام؟ طيب الشولدر اللي هو الكتف. الكتف بشكل عام بكون هيك. تمام؟ بكون بشكل ممتد زاوية 90. طيب الان لان ايجي اقدمو لقدام شو قاعد بعمل؟ بقلل الزاوية. الزاوية هاي قلت. تمام؟ لما قدامو لقدامو اكتر الزاوية قاعب تقل. 300. فاذا نعمل زيك شو بعمل انا؟ flexion. مدام الزاوية قلت انا شو قاعد بعمل افليشن؟ لما ارجع عمد مرة ثاني شو قاعد بعمل؟amo extension. لما ارجع عمد مرة ثاني وارجع الزاوية قريبًا لتسعين شو قاعد بعمل؟...extension. إذن الحركة هاي شو نسميها؟ extension of shoulder طبعا جماعة خير دائما نحن نعرف extension أو flexion شو بنشوف وين مربط الفرس وين الاشي اللي قاعد بنلف حوله الاشي بنلف حوله هون شو؟ shoulder هو الاشي الوحيدي الثابت واللي ما بعده بتحرك لو نعمل للقلبه شو بصير القلبه بظل ثابت واللي بعده بتحرك اللي قبل ما بظل ثابت كما لو نعمل للرست شو بصير اليد كامل ثابت وبس الهند اللي بتحرك تمام؟ طيب لان abduction abduction شو هي moving structure away from midline يعني نبعد عن ايش؟ عن midline هاي شسمها abduction اما abduction شو هي يعني moving structure toward midline لما احرك اليد باتجاه midline او القدم باتجاه midline هاي شو سميها؟ adduction adduction d للداخل تمام؟ اما abduction b لبرة تمام؟ يعني بنحفظها abduction ab اللي هي البي لبرة الاترال يلف الراس laterally باتجاه lateral side يعني away from midline برضو هضو الحركات البرونيشن والسباينيشن اللي هي حركة الجزء سواء مش شرط اليد لحالها هون بيعطيك مثال على اليد لكن حركة اي جزء يكون نايم على بطنه شو مسميها؟ برونيشن بطنه متوجه باتجاه السقف شو مسميها؟ subination فاذا البالم of hand اللي هي اليد الراحة اليد لما تكون رافحة لفوق باتجاه superior لفوق شو مسميها؟ subination اذا اسمع الاس اما لما يكون برونيشن شو يعني؟ ايدك تحطها اوين؟ يعني اذا ما تحكيتني ايها عبطنها البالم تكون بتجاه الارض شو مسميها؟ برونيشن تمام؟ يعني احفظوا الاس لفوق تمام؟ اما بتجاه السوبيريو يعني او بتجاه الصن او بتجاه السكاي زي ما بتكون اذا اس ايش subination اما لما تكون اليد هيك وجهها انو الارض يعني البالم بتجاه اليد راحة اليد هاية بتجاه الارض شو مسميها؟ برونيشن اذا هاي subination هاي ايش برونيشن الان حركة الفك لما يكون الجو عندنا لقدام شو مسميها؟ برو اتراكشن لما يكون الجو لورا شو مسميها؟ ريتراكشن احفظوها ريتراكشن السيارة تمام؟ ليراجع لورا رجوع اذا لما يكون الجو باكورد لورا شو مسميها؟ ريتراكشن لما يكون الجو للامام شو مسميها؟ ريتراكشن حركة الفك للأسفل بسميها وهايا بيجي عليها مرة يجي عليها سؤال اللي حكالك لما شخص ناس شو سكت تسؤال بصوت ان شخص مثلا وقع منه مفتاح سيارة فشو بعمل الحركات؟ كان من ضمن الخيارات اللي ريتراكشن أو بشو عندها وكان هو الجواب انه تنزل الكثف تبعك لتحت تمام؟ طيب انفيرجن وإيفيرجن من اسمها هي حركة للقدم تمام؟ ان إذن لين بتجاه الميدلاين مباشرة لما أنا أخلي باطن القدم بتجاه الميدلاين إذن أشقع بعمل بعمل انفيرجن أما إيفيرجن شو يعني لبرة إيفيرجن يعني لاتيرالي أما انفيرجن ميديلي اللي أبوزشن هي حركة للأصابع أنك تخلي الأصابع مقابل لبعض أنك تخلي يعني كل تمشي بالثم والأنيفنجر اللي هو الإبهام مع أي إصبع بحركة معاكس شمسميها أوبوزشن أوبوزشن معناها معاكس دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن أنا جماعة خير حكينا الدورسام اللي هو إيش أو الدورس البار اللي هو ظهر العضو تمام؟ إذا ظهر القدم شو اسمه؟ دورسام الآن وضع الطبيعي القدم هيك بتكون تمام؟ هيك حرفية لما أنا أرفع حالة فوق شو عملت أنا؟ عملت فليكشن مثل عملت فليكشن لشو؟ للدورسام للجزء هات صح ولا لا؟ قللت الزاوي بالنسبة لشو للدورسام فشو بسم الحركة هاي؟ دورسي إفليكشن لأن قللت الزاوي لعندي الدورسام لما أجي أنا الزلة تحت شو قاعد بعمل بالنسبة للبلانتر قاعد بقلل الزاوي شو عملت أنا؟ بلانتر فليكشن أرفع الدورسام لفوق شو بسميها دورسي إفليكشن طيب السير كمدكشن لما تمشي إيش بشكل دائري كامل يعني زي ما تلولح بإيدك زي المروحة يعني كنت قاعد تلف بالنهاية حوالين إشي معين بثلاثمية طيب بالأمن نحكي آخر إشي عن البدي ريجين البدي ريجين اللي هي عبارة عن المناطق من جسم الإنسان اللي بدنا نحكي عنها في عندنا الأجزاء الأساسية في جسم الإنسان أو المحورية اللي تحتوي على أول شيء للترنك بعدين على النك بعدين على الهد تمام الترنك بتكون من منطقة الجيست هذه المنطقة تمام يحتوي على منطقة الابدومن ومنطقة البلفس اللي هي عبارة عن نزء من الابدومن تمام لكي نعرف البلفس هو عبارة عن من الابدومن تمام إذا الأجزاء تكون من هيد نيك ترنك الترنك تكون من ثوركس أبدومن بلفس أبندوك إلى الريجم تكون لي من الريت هاند والليفت هاند ومن الريت لق والليفت لق طيب هناك بعض المصطلحات بنعرف أساميها باللغة اللاتينية بنعرف أن الاسكل اللي هي نفسها كرينيال وهي معناها جمجمه جيست نفس معنى ثرسك واللي هي صدر الارم لا هون هاي الهيد الهيد اللي هي نفس معنى سيفلك واللي هي الرأس والبوتوكس اللي هي نفس معنى قلوتيا وليها المؤخرة أما الريجن أوف هيومن بادي اللي هو الأجزاء باسم الإنسان الهيد الهيد اللي بيحط لي بالدماغ واللي بيحتوي على تراكيب الوجه إنك هي عبارة عن جزء المضيق من الهيد اللي هو اللي بيجي تحت بربط لي الهيد بالترانك أما الأبرلمب اللي همه الشولدر الارم فور ارم اللي هو الكتف واليد والساعد والسرية الذراع والساعد واليد الثوركس اللي هو العبارة عن العظام بتحيط لي بالقلب و بالرئتين الأبدومن بيحتويه على الأبدومين الأورغن اللي بتنفصل عن الجست عن طريق الديافراج تمام؟ إذن الديافراج هو عبارة عن حجاب الحاجز اللي بيفصلي بين الجست وبين الأبدومن الأبدومن بذن ميز أن الأبدومن معناها بطن لكن السمك معناها معدة إذن المعدة اللي هم نعرفها عبارة عن جزء من البطن مش البطن نفسه اللي هم نوكل فيه يعني نحن نوكل جوه المعدة والخزن جوه المعدة أما البطن محتويه على السمك على الانتستن اللي هم اسموه الانتستن والبنكرياس والطحال والكبد البلفيس هو اللاور بار زي ما يحكي عن الأبدومن الكافيتي الحوض يعني مش مقصول عن الأبدومن الكافيتي لهو عبارة عن جزء من البطن اللاور لنب اللي بيحتويلي على الثاي أو على جلوتي الريجن أول شي منطقة المؤخرة عبارة عن جزء من اللاور لنب والثاي اللي هي منطقة الفخذ والرجل والقدمين وهيك بناكم نكملنا ويعطيكم ألف عافية بالتوفيق إن شاء الله مرحب